تقول لويز هاي من كتاب تستطيع شفاء حياتك أن هناك علاقة مباشرة ما بين الأمراض الجسدية وما بين الأمراض النفسية وأن معاناة نفسية بسيطة مثل الإحباط أو الضغوط يمكن أن تكون قاتلة فيزيولوجيا ذكرك أكثر من 90 مثال رح نخصصهم على أجزاء إن شاء الله ألم في الأذن هو رفض لقبول النصائح وخلافات مع الآخرين الأرق هو عدم الرضا عن إنجازات النفس والإحباط الإسهال هو رغبة في التخلص من الماضي الأكزمة هو تأنيب النفس ولومها وتحميلها فوق طاقتها أكياس الشعر أو الدهن تعني بأنك غير مسيطر على حياتك وأن الظروف تقودك نحو المجهول إن في الونزة أو احتقان هو مشاكل أسرية أو في العمل لا يفيد معها الحوار الشد العضلي التصلب وآلام العظام هو الشعور بعدم القدرة على تحمل قسوة هذه الظروف التهاب المفاصل هو الشعور بحاجة للحب والتعاطف الإمساك هو رفض لأي تغيير والانحصار بالماضي وبما هو مألوف ومعروف التهاب الأمعاء والقرحة ومشاكل المعدة هو الشعور بعدم إمكانية تلبية مطالب الآخرين والقيام بواجباتك إذا كان في سيالان بالأنف حزن وبكاء داخلي إذا كان في انسداد بالأنف عدم إدراك القيمة الذاتية إذا كان في نزيف بالأنف الحاجة للتقدير والحب عدم انتظام الدورة الشهرية هو الخوف من فقدان اهتمام الآخرين والخوف من الشيخوخة فقدان الشهية أيضا رفض للحياة وكراهية للذات ذكرت أيضا الأورام هو جروح مزمنة مستترة برد مزمن هو خلل بالنظام وعدم القدرة على الاندماج في وضع جديد البروستاتا هو الاستسلام للشيخوخة البواسير هو عدم القدرة على القيام بالواجبات والمسؤوليات وأخيرا بهذا الجزء التقرح البثور والثقاليل هو غضب مكبوت وعقابه للذات وكرهه مشاكل التنفس هو تأنيب الضمير والشعور بأخذ شيء أو مركز بلا وجيحق حرارة مزمنة وتعرق هو غضب واستياء وتوتر جيوب أنفية تعني الشعور بالظلم من الأقارب حرقة تعني المخاوف حساسية وحكة تعني تأنيب الضمير بسبب رغبات خاطئة خدر في الأطراف هو الشعور بعدم القدرة على الدفاع عن النفس أو الآخرين تجمع استوائل الجسم أو إخراج أو خراج هو كبتل المشاعر والخضوع أمام الظلم كل مشاكل الدم من الفقر إلى اللوكيميا تتعلق بفقدان الحيوية والإلهام والإبداع كل مشاكل الرئى من الالتهاب إلى الربو تتعلق بجروح عاطفية لم تشفى تماما آلام الرقبة تعني الشعور بمعاندة الحياة مشاكل في الركبة الشعور بجرح كبرياء الروماتزم يعني الخوف من الحياة آلام في الساق تعني خوف من المستقبل والتقدم زيالة الوزن تعني عدم الشعور بالأمان الصراطان هو حزن عميق يلتهم ويمد جذوره في الداخل السكر هو فقدان الشعور بالسعادة الشراها تعني الحاجة للحماية الشيب والشيخوخة المبكرة معرفة أنه محصور في قناعات اجتماعية قديمة وغير متجددة الصداع هو نقط ذاتي عنيف وأخيرا مشاكل الصدر تعني حماية زايدة للقريبين الصدافية هي الشعور بأن شخصا يجبره على فعل أشياء لا يرغب بها الصراع هو رفض الحياة بشكل تام وشعور بالاضطهاد وكره للذات الصلاع هو الرغبة بالتحكم كثرة صمخ الأذن رفض وعناد وعزلة مشاكل الضغط الدم إذا كان مرتفع فهي مشاكل عاطفية غير محسومة منذ زمن أما إذا مشاكل ضغط الدم المنخفض فهي الهزيمة والاكتئاب والأسى مشاكل الظهر بقسم العلوي فقدان الدعم المعنوي الشعور بعدم المحبة مشاكل الظهر في القسم الوسط تأنيب الضمير بسبب عدم التوسط لحل المشكلة أما مشاكل الظهر السفلي فقدان الدعم المادي والخوف من الفقر المشاكل الجنسية استياء تجاه تجربة سابقة عرق النساء الخوف من المستقبل عسر الهضم تعني خوف أو قلق غازات التمسك بأفكار غير مهضومة تماما وإنما مفروضة من قبل الآخرين ذكرت أيضا الغسيان هو عدم القدر على التحمل أو المواصلة مشاكل الغدد هو فقدان الثقة بقيم وأسس تعتنقها أنت الغيبوبة هو الهروب الفتاق هو عقوبة للذات كسر في العظام صدام مع السلطة سواء في العمل أو في العائلة تشوه في العظام هو فقدان السلاسة الزهنية حشاشة في العظام عدم تبقي أي دعم في الحياة اعتام العين هو الشعور بمستقبل مظلم وعدم القدرة على استشفاء في المستقبل التهاب الجفون هو غضب وإحباط تجاه الحياة الماء الأزرق في العين هو ضغوط عاطفية مزمنة بعد النظر في العين خوفه من الحاضر جفاف بالعين حقد أو فقدان الحب أو يأس حول في العين هو تضارب بالأفكار قرب نظر في العين هو خوفنا المستقبل رفرفة جفن العين هو رفض الواقع واعتقاد أنه ليس الحقيقة النشاط الزائد في العين هو الشعور بالضغط رائحة من الجسد هو الخوف من الآخرين رائحة كريهة بالفم فقد القدرة على التعبير لا يوجد تواصل مع الآخرين مشاكل في القدم عدم القدرة على التقدم للأمام قدم الأضافر كره الوالدين أو أحدهما مشاكل في القلب هي مشاكل عاطفية قديمة مشاكل بالقولون التشبس بالماضي ورفض الواقع حصوة في الكلية غضب قديم متجزر التهاب في الكبد غضب وكراهية مشاكل أخرى في الكبد تزمر والشكاوى مزمنة كبد أو مشاكل بالكتف هو الحمل السقيل والمرهق الكحة تعني التعسر في التقدم في الحياة الكوليسترول هو خوف من قبول البهجة مشاكل في اللثة هو عدم القدرة على دعم قراراتك في الحياة نزيف في اللثة عدم الثقة بحكمة القرارات مشاكل في المثاني هو الخوف من الاستسلام للتغيير ورم في المخ معتقدات حاطئة مبرمجة مع رفض مناقشتها مشاكل في المعدة عدم القدرة على استيعاب أفكار جديدة المغص تمسك بقوة بالمألوف ورفض الجديد مشاكل بالمفاصل غضب مكبوت والرغبة بضرب أحد السكر هو اضطراب التوازن مع الطبيعة والحياة النقرس أو الأملاح هو عدم الصبر أو غضب أو هيمنة مشاكل في الورك هو الخوف من اتخاذ قرارات مصيرية مشاكل في اليد عدم القدرة على التشبس بالأفكار القديمة مع الخوف من الجديد إذا أعجبكم المقطع اعملون اللايك ولا تنسوا الاشتراك وشوفوا كمان الجزء الأول والثاني والثالث نشوفكم على خير وبس سلام شكرا